اشتركوا في القناة جاء توقيع مذكرة التعاون على مشاركة مجلس الشورى الأولى في المنتدى النسائي الأوروأسيوي البرلماني الرابع المنعقد في مدينة سامبترس بورغ بروسيا الاتحادية وأوضحت الدكتور الفاضل أن مذكرة التعاون توجد مجالات وآليات للعمل المشترك بين الشبكة والمنتدى من خلال تفعيل وتقوية دور البرلمانيين وتشجيع المشاركة السياسية للمرأة والعمل على زيادة تمثيلها في المؤسسات التشريعية وتنظيم الفعاليات المشتركة لمناقشة قضايا المرأة وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلة في المجالات المتعلقة بتمكين وتقدم المرأة بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية المشتركة في مجال القيادة السياسية للمرأة بهدف تطوير قدراتها وتعزيز مهاراتها القيادية والمهنية ترجمة نانسي قنقر